لم تعد القضايا العربية الملحة التي تتعلق بشكل مباشر بالأمن والاستقرار حالات منفردة تتصل تارة وتنفاصل تارة أخرى بل وصلت إلى مرحلة من الفوضى لا تحكمها القوانين الدولية فتباخلت كل القضايا بشكل يثير المخاوف لدى الجميع مراقبون أكدوا أن الفراغ الاستراتيجي العربي أصل كل الأزمات التي تضرب الدول العربية في الأوقات الراهنة ذلك أن الأمن القومي العربي ما زال يجري التعامل معه بمنطق التجزيئة إلى ملفات متفرقة في حين أن الخصوم يوظفون هذا الوضع لصالحهم مخترقين الجسد العربي ملء الفراغ الاستراتيجي هو القطوة الأولى على أول الطريق الصحيح وهو كفيل بإزالة الكثير من أسباب الأزمات العربية وإن بدت منفصلة جغرافيا ومتباينة من حيث طبيعتها وظروفها وهوية الأطراف الفاعلة فيها فإن ثمت خيطا واحدا يجمعها وتوحدها عناصر مشتركة فالأغلبية الكاسحة من هذه الأزمات نتاج مباشر لظاهرة الفراغ الاستراتيجي في خضم ذلك أفرزت الثورات العربية الكثير من الأحداث والتغيرات والصراعات الخطيرة التي كان من شأنها إسقاط حكومات وكيانات سياسية ومنظومات أمنية كانت تتحكم في أعداد هائلة من السكان لتترك في بعض الدول العربية فراغا خطيرا أصبح فيما بعد محورا للصراعات في المنطقة وهيأ الفرصة أمام أطراف كثيرة لانتزاع مواطئ أقدام لها وإعادة رسم خرائط جديدة للمنطقة ومن ثم تحصيل الغناء غياب الجدية في مناقشة القضايا الاستراتيجية العربية في سياقها الشامل وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة زاد من حجم المخاطر التي تواجهها كل دولة فأصبح التعامل مع هذه المخاطر بطريقة ردود الأفعال وعقد الجلسات والمناقشات التي لا تصلح كاستراتيجية لمجابهة التهديدات أو الاستعداد لها في الوقت الذي يخوض فيه العالم صراعات لملء الفراغ الاستراتيجي الذي تتركه الدول الضعيفة